بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين منذ أن سقطت دولة الخلافة الإسلامية في إباني ضعفها وتوالت الانهزامات والانهيارات على الصعيد العسكري الأمني الاجتماعي إلى أن وصلت من قوة تمكن المستعمر وصلت الخلخلة في بناء المجتمع المسلم إلى عقيدة المسلم الفرد الشخصية التي يؤمن فيها إلى درجة الاحتزاز كان ذلك ما يسمى بالغزو الفكري قام عليه نخب ومؤسسات ابتدأ بالمستشرقين من الغربيين ثم المستغربين من أبنائنا الشرقيين وبعد ذلك صارت دول تقوم وتحكم بأجندات وثقافة إما مناوئة للثقافة الإسلامية وإما معادة معادات شرسة وإما ما خلطت الثقافة الإسلامية والمنظومة الإسلامية والحكام الشرعية معها بأنظمة دنيوية علمانية تتصادم مع الحكام الشرعية صارت فوضى بيد أن الناس ظلوا يتمسكون بدينهم وعندهم غير على عقيدتهم ويقومون بالعبادات لكن هذه أيضا العبادات دخلها خلل في المفاهيم وخلل في التطبيق وخلل في أمور كثيرة فصارت مثل ما نقول باللغة الشعبية عفسة لإلى أن وصلنا الآن إلى قضية مشغز وفكري الآن جبر فكري وخذت منظومات تحاول أن تفرض قوانين عالميا على دول شرقية ليس فقط إسلامية منظومات أخلاقية غربية لماذا انطلقوا من المركزية الغربية الغرب هو المركز وبقية العالم أطراف تنفذ وأتباع يتلقون الأوامر العلمانية الأوروبية والتي مخلوطة فيها من الإلحاد والفلتان الأخلاقي وما تعرفونه من الفكر اللاديني كلام اليوم عن أن هذا ووجه مواجهات كثيرة من مفكرين ودعاة وكتاب وفقهاء وعلماء ونقاد وفلاسفة أيضاً لكن هل يمكن أمام هذه الموجة الجديدة التي انتقلت من الغزو الفكري إلى التلويث المنابعي بعد تشفيفها؟ هل يمكن أن يكون هذا بعد الانفتاح أجهزة التواصل والتواصل الإعلامي أن يكون بمجهود فردي؟ وهل العلم أصلاً في متواليته الهندسية المتزاحمة المتزايدة والمتشعبة أن يحيط بالأمور؟ فرد أو فردين انتهى كلمة علامة وإنسان موسوعي هذا كان يصلح قبل فترة زمنية معينة اليوم لا العلم الواحد عشرات الفروع اللي فيه إذن لا بد من المؤسسات والمؤسسات يجب أن تكون أصيلة ومنهجية ذات أهداف قريبة وبعيدة ورؤية واضحة ومنهجية ويقوم عليها كتلة يواجهون هذا الفكر اللاديني التشويه للدين طعن في العقيدة الإلحاد الشك اللأدرية الطعن في الكتاب الطعن في السنة الطعن في الأحكام الشرعية الثابتة الطعن في المسلمات التأويل الديني الشاطح بعيد عن كل أسس لغوية أو أصولية أو منطقية حتى كيف نواجه هذا الشيء؟ كان لابد من ميلاد مراكز ولدت بعض المراكز ورح تكون سلسلتي هذه كلام عن بعض هذه المراكز الرائدة والجادة والعميقة من هذه المراكز مركز دلائل مركز دلائل الذي يشرف عليه ويديره ويقوم عليه الدكتور خالد إدريس أستاذ الحديث والمستشار مركز دلائل قام في فترة وجيزة بإصدار مجلات إصدار كتب تأليف وترجمة إعطاء دورات بحقائب ومتنوعة أثرى فيها الساحة وأوجد ليس فقط بديلا بل أوجد سداً ممتازاً وخليني أراويكم أن عندي هنا أيضاً ما يمديني الحلقة أعرض الكتب وأتكلم عن كل كتاب لكن شوفوا الانتقاء والتركيز والطرافة أيضاً هذا أحد كتبهم كتب بعضها كبير وبعضها كتيبات صغيرة هذا الكتاب مهم جداً لأن بالتالي أنت من الذي يؤثر في أولادنا وفي نحن أيضاً؟ ما هي أكثر وسائل التواصل الاجتماعي اختراقاً للقلوب والعقول؟ الميديا هذا الكتاب عنوانه الميديا والإلحاد الميديا والإلحاد والعنوان الفرعي السينما واللاوعي الخطاب الشعبي للإلحاد وأخطر شي في أي فكرة منحرفة أن تبسطها ثم تجعلها في متناول كل الناس شعبياً هذا الكتاب تأليف الأستاذ محمد حسن مجرد ما تلقي نظرة على الفهرس يبدأها بمعركة الوعي بالتالي بالفعل الإنسان معركة وعي بعدين أهمية الوسائل البصرية في الميديا الفئات المنبوذة والشاذة كيف تبرز؟ يصنع منها بطولة تروج ثقافتها يربط الأجيال برمزية منحرفة لماذا التركيز على الإعلام على الأفلام السينمائية في هذه الدراسة؟ ماذا يصنع الفيلم؟ كيف يصدر رسائله؟ كيف يجعل الإنسان ينطبع به؟ التأثير يكون مباشر أم متراكم؟ يكون واعي أم في قاع النفس؟ أثر تقليد الأفلام السينمائية في تغيير المفاهيم والمعتقدات وخلق بيئة قابل الحراف الفصل الثاني كيف يتم تمرير الأفكار الإلحادية في الميديا؟ عندما يتكلم لك عن الكيفية مهم علشان وأنت جالس تقول شوف كيف صدروا الفكرة الناس لا تنتبه إلى الكيفية تنتبه لما هو معروض على الكمية فقط أولاً استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال ثانياً الإغراق في عرض الشهوات والعري وتحبيب الزنا والخيانة ثالثاً تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثية والعدمية واللاغائية ما فيه هدف رابعاً المغالات في الخيال العلمي لتهميش القدرات الإلهية والخالق يجعلك الخالق كأنه ليس له أي علاقة بالعالم إلا أنه وجود مستقل وفيه تصور لاحب أن أذكره عند عرصته لأنه يسيء أصلاً لفظاً للذات الإلهية خامساً استغلال لا معقولية النصرانية والأدلة المحرفة كذريعة للإلحاد يأتيك بلاقطات من الأديان السابقة وأنه مخالفة للعقل وميعمن بعد ذلك على كل دين أن الدين يتصادم مع المعقول والمنطقي سادساً تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤى الإلحادية عليه سابعاً استغلال أكاذيب التطور كبواب للإلحاد ثامناً خلع صفة العقل على الذكاء الإصطناعي وهذه نقطة نوقشت كثيراً التوصيات ثم يضح الملحظة شفتوا طرافة الكتاب هذا يجب أن يكون في كل بيت لازم كل أبك الأم بل لازم كل شاب يقرأ لك يعرف كيف بدأ يخترق الكتاب الثاني عنوان طريف وكتبت عنه مقال بعنوان الرجل ذو السروال الأحمر حوار عقلي من الإلحاد الرجل ألحد كان مسيحي بعدين صار لا ديني قال ما مش معقولة الكون ما في إله في إله بس أنا مش ما أعلم بالأديان التي لا تدخل العقل وليس لها مصداقية بعدين إلى الإسلام اللي هو عبد الرحيم غيرين الإنجليزي ذكر تجربته قال للبعض محمد يعني أدلتها في الرد على المشكلات الفلسفية ما فيها إسهاب وتطويل قلت هي انطباعات وكتاب خاطف يتسلى به لكن لا يأخذ كمرجع ويستفاد من تجربة هذا الإنسان من الإلحاد إلى الليدينية إلى الإسلام لماذا سواه طيب ليش تصروا هذا الأحمر هذا اللي تعرفه عندما تقرأ الكتاب الكتاب الثالث أسئلة الطفل الإيمانية نماذج عملية للإجابة على أسئلة الأطفال المتعلقة بأركان الإيمان تعليف عبد الله بن حمد الركف يقول لي انتهى الوقت نتكلم عنه بعد الفاصل نستكمل الحديث عن مركز دلائل هذا المركز الفكري المتخصص بمواجهة الغزو الفكري التلويث العقدي الشبهات المناوئة والناقدة والمشوهة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر أيضا النظريات العلمية المطروحة المنهجيات الغربية التي جاءت إلينا الإلحاد اللا دينية اللا أدرية مشاكل الشر مشاكل إلى آخره عرضنا إنتاجهم وقلنا العمل يجب أن يكون مؤسسي فخرجت المؤسسات وهذه أحدهن عرضت بعض الكتب من الكتب التي أصدروها أيضا كتاب أسئلة الطفل الإيمانية كم يزعج الأطفال الصغار بالأسئلة الغريبة غير المتوقعة لخياله ولعدم خبرته ولحسية تصوراته يسأل أسئلة غريبة عن الله والله واحد ما يجرأ يقولها لكن لازم نسمعها فش يقول المؤلف يقول نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال المتعلقة بأركان الإيمان تأليف عبدالله بن حمد الركف تقديم الدكتور عبدالعيز عبدالله المقبل دكتورة مونة رجب صابر يعني أساتذة متخصين في علم التربية مركز زلال صدر هذا الكتاب لكن أنا اللي صحيح يهمني التأصيل الطويل للأسس التربوية نماذج التربية التربية الإيمانية عند الأطفال النموذج الإيماني يتركز أن المنهج الغربي يركز على حاجات الطفل لكن لمن يأتي على الحاجة الروحانية ما يركز على الروحانية التي نحن نفهمها والإيمانية إنما على الروحانية بمعنى الإنجاز النجاح الدنيوي والخلود الحياتي بحياة سعيدة فلازم منظورنا يكون من عقيدتنا فهذا التفصيل اللي موجود خصائص المربي أركان التربية الركن الأول الركن الثاني لا آخره موجود لكن أنا اللي يهمني مدخل للإجابة اللي هو الجزء الثاني من الكتاب ما ما يهمني يعني ما مهم لا هو مهم لكن أنا ببين للمشاهد والمشاهدة الكراماء ما يأتي واحد أسباب كثرة الأسئلة عند الأطفال اثنين طبيعة الأسئلة عند الأطفال ثلاثة أنواع الأسئلة عند الأطفال أربعة لماذا يتجاهد الوالدان أسئلة الأطفال خمسة كيف يتعامل الوالدان مع أسئلة الأطفال ما أحيانا تجاهل أحيانا تعامل غلط مع السؤال لا تسأل السؤال أو ما لا إجابة أو يحاول يحرق من السؤال مبادئ التعامل مع أسئلة الأطفال بعدين التربية الحوارية هذا محور مهم صياغة الأسئلة الحوارية أساليب الإجابة عن أسئلة الأطفال توجيهات عامة ينبغي مراعاتها عند الإجابة على أسئلة الأطفال الأخطاء التربوية أثناء الإجابة وبعدين يأتي التصل الثاني والأخير يتكلم على نماذج تطبيقية عن أسئلة الأطفال يعطيك سؤال الطفل ثم يقول الجواب نماذج بماذا؟ الأسئلة التي تعلق بالله سبحانه وتعالى الأسئلة التي تعلق بالملائكة الأسئلة التي تعلق بالكتب الأسئلة تعلق بالرسل باليوم الآخر بالقضاء والقدر كتاب يقع تقريبا فيه يعني مية وثمانية صفحة تقريبا مية وثمانية صفحة من الكتب المترجمة هم يألفون ويترجمون أيضا الحقيقة الطريفة جدا كتاب اسمه نفسية الالحاد لإيمان بعنوان إيمان فاقد الأب بول فتس عالم اجتماعي ونفسي وترجمة مركز دلائل تعجبت من الجهد اللي بذل فيه بالمقدمة يقول يا جماعة ذي المؤلفين الغربي لما يتكلمون كتاب في الفيزياء كتاب في التربية كتاب في الكيميكال تجد أحيانا يشكر عشرين شخص في المقدمة الذين ساهموا في إنجاح الكتاب فيه فيه حظم للذات في عدم نكران لجهد الآخرين الرجل يشكر زوجته ويشكر ما خلى حد ما يشكره في المقدمة ولما تقرأ الفهرس تشوف شيء عجيب يناقش نظرية فرويد وفرويد كان ملحدا ويبين الجوانب النفسية الكامنة والتي تمشي على حواش النفس واللي ينتبه لها الإنسان بعدين أنه كان إلحادا ما هو عقلي صفر الصرف وأنا دائما نقول يا جماعة الإلحاد ظاهرة لا تشخص بسبب واحد يقول إلحاد نفسي فقط أو إلحاد مصلحي أو إلحاد شهوي أو إلحاد فلسفي أو إلحاد علمي أو إلحاد اجتماعي لا لا أنواع وامتداخل ويتراكب وقد يكون الواحد عند أكثر من القضية الدكتور عمرو شريف في كتابه خرافة الإلحاد ذكر 18 نوع للإلحاد وعطيت أنا بعض النماذج مثل الدكتور زكين بارك يحب الشهرة والغرور والأنا في نقد بعض رموز الدين الأديب الكبير زكين بارك الموضوع معقد لأجل ما يقول أحد أنت بس تعبالكم الملاحدة مرضى نفسين لا مهكذا يا حبيبي مسألة شاملة وعميقة ونقدر ونفهم كيف نشخص الموضوع لكن هذا الكتاب يتكلم نظرية الإسقاط في الإيمان بالله نظرية الإلحاد غير المعترف بها عند بها الفرويد نظرية جديدة في الإلحاد فرضية الأب المعيب ثم يبدأ الملحدون وعبائهم وذكر لك ما خلى فريدريك نيتشا ما خلى ديفيد هيوم برنات راسل جام بول سارتر البير كامو آرثر شوبنهاور بعدين آباء ضعافهم مسؤولية المعاملة ويذكر لك توماس هوب وولتير شوف الأسماء شوف شكثر الأسماء نقول حتى حققونا المخرج شوف الأسماء يعني هذا كم يحتاج جهد حتى يقرأ ويستقرأ وحتى تعرف النزاعات اللي عندهم ما تقرأ كتبها تقرأ شخصيتها وصيرتها الذاتية أيضا لما صفح الكتاب وتقرأها بالأخير تقرأ هو يتكلم عن نفسه في الفصل الأخير تجربة الشخصية يتكلم أنه أنه المؤلف دخل في هذه التجربة فتبين أنه كان مخادعا لنفسه في إلحاده وقال أن إلحاد لم يكن يقف وراءه يعني منهج علمي وأدلة علمية وتكلم أيضا حتى في توظيفه وانتماهي للقسم العلمي والقسم التخصصي في الجامعة أيضا كان يقتضي أن يتظاهر بالإلحاد فدخل المصلحة بالجانب النفسي بالجانب الغفلة بعدم جدا الكتاب رائد من أجل عندما نناقش نعرف كيف نناقش طيب هذا الكتاب أيضا من الكتب الطريفة هذا الكتاب اللي عنوانه قطيع القطة الضالة وتكلمت عنه أيضا أنا أذكر فيه أيضا قناة المجد سابقا قطيع القطة الضالة كنت قبل ست سنوات تقريبا في الرياض وخرجت في قناة المجد ولما رحت الفندق زارني شاب اسمه سامي أحمد الزين يوجيد الإنجليزية وقال لي أنا قريت كتب وسمعت فيديوهات وكل إنتاج ريتشارد داوكنز العالم التطوري البريطاني الملحد اللي سمونا أشرس ملحد في العالم وحتى أيضا هو ساخر وناقد ولما التقيت وحاورت أشهر ملحد في سويسرا قال لي أنا ملحد وأؤمن بأفكار داوكنز لكن لست بكلة أدبه صورت معه حلقة أيضا فهذا الولد أو الشاب أفوا يقول لي دكتور شفت كل أشرطته وسمعت كل كتبة واكتشفت أغلاطه وتناقضاته وحيال النفسية وجاهلة في بعض الأمور يتكلم عنها عن الإسلام أو عن الأديان ومكابرته في إنكار بعض الحقائق التي تديني الإحاد كالحرب العالمية أنها من صنع فكر علماني كعدم قدرته على الإجابة عن نشأة العقل وإجابة سخيفة وقلت لأشوف الناس منبهرين بالعلماء والانبهار كما قلت في المعادة التي أكررها الانبهار يؤدي إلى الانصهار والانصهار يؤدي إلى الاندثار تندثر بعدما تنصهر في الشخص المنبهر به وتتعطل عندك ملكات النقد نعم فاكتب الكتاب واجمع وفصل وصنف الموضوعات وأنا مستعدة قدم للك وقدمت للكتاب ورائع الولد والشاب في نقده هكذا نريد شبابنا لا ينبهر يعترف بالحق ويبين المغالطات وبيّن قال أنا مشكلتي مع ملاحدة العرب أصعب من ملاحدة الغرب لأنه يشتمون من ديش تستدرك عليهم مشكلة وناقش بموضوعية حتى لما جاء نظرية التطور أبا أن يدخل فيها الدخول العلم يقول مو شغلي من زين لكن تكلم عن بعض التساؤلات اللي حولها وبيّن أمور كثيرة في هذا الكتاب حريم بها كتجربة أن يعرفها الشاب الجديد الذي يجلس فقط يتلقى من غير أي فلترة ونقد لأنه لا يملك منهج علمي أو لأنه لا يملك قواعد يتحاكم إليها قد تقولي قواعد شرعية قولي قواعد عقلية لذلك داوكنز وقع في مورطات عقلية كبرى تهدم كثير مما قاله بعد الفاصل نكمل نستكمل الحديث عن مركز دلائل المختص بالفكر المعاصر ومواجهة الشبهات العلمية والفلسفية التي جاءت مناوئة للدين تأصيلا وردا تأليفا وترجمة الكتاب اللي عرضته في الفاصل الماضي أو الفقرة الماضية آخر كتاب عرضته اللي هو قطيع القطط الضالة العنوان قطيع القطط الضالة مأخوذ من كلمة داوكنز الملحدة اللي يرد عليه المؤلف ريتشارد داوكنز يقول الملاحدة مثل قطط كل واحد بروح بينما الخرفان مثل المؤمنين آراءهم واحدة الشاب سامي أحمد الزين لما انزارني بالرياض قبل ست سنوات وقال لي أنا شفت كل مقاطع الفيديوهات لداوكنز اللي يسمونه رمز الإلحاد العالمي الإنجليزي التطوري وقريت أكثر ما أقدر من كتبه طلعت مغالطات وشرحنا شون المغالطات اللي قاها عليه في هذا الكتاب سواء عن الإسلام أو عن الغرب إلى آخره وأنا قلت لألف الكتاب وأنا أكتب مقدمته وكتبته له المقدمة إلا أن شهية المؤلف الشاب سامي أحمد الزين تسعت فألف لنا كتاباً آخر جميلاً طبعه أيضاً مركز دلال بعنوان نظرة خلف الستار وبين قوسين تحت أو عنوان الفرعي بائعوا التشكيك تحت المجهر لمن يقول لك بائع التشكيك فكأنه شك بضاعة ومن يريد البضاعة في العالم التجارة ليس هناك صدق وعدالة ولا فيه هناك تسويق وتجميل فكيف أجمل هؤلاء توقف مع نفسيات ثمن أشهر ملاحدة في العالم تقريباً وتكلم عن الجوانب الخفية وعن الشطحات التي لا تتوقع فكانت جولة جميلة تكلم عن هؤلاء الثمانية كريستوفر هشنر ريشتار داوكنز سام هاريس عبدالله القصيمي لورانس كراوس دانيل دينيت فيكتور ستينجر وآخراً إي آي قليرار هؤلاء التكلم عنهم أذكر رحمة الله على الدكتور الشاعر الدبلوماسي غازي القصيبي السعودي عندما كتب في رسالته الصغيرة يقول عبدالله القصيمي يعني ما يكون في موقف إلا ونحن في مرحلة بيع المسجد الأقصى مع الأسف نعم والتضحية به من كثيرين إلا ويسب الدين ويزحج بالإسلام وينتقد الإله ويروج لإسرائيل الدولة الديمقراطية في رأيه وأنها 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 شيء عجيب ونفس الفكرة هذه أيضاً ذكرها من؟ ذكرها صاحب كتاب لن تلحد ظاهري ذكرها في هذا الموضوع طيب بعد من الكتب الجميلة لمركز دلائل كتاب العائدون إلى الفطرة واحد وسبعين عائد أو عائدة من الإلحاد واللادينية إلى الإسلام تجارب شبابنا عيالنا الأمة في النت لما فتح لهم مجال الحوار منتدى التوحيد ورينا نفسك إلى آخر المواقع اللي موجودة هنا فتحوا معهم حوار وصار جدل الصادق منهم المتذبذب اللغاء اللي يوقع في إشكاله فكتبوا تجاربهم كما هي نقلوها واستأدنوهم وحطوها في كتاب كامل أنا شرحت هذا الكتاب في حلقة كاملة أو في حلقتين في قصة أجمل قصة الأولى اللي هي 61 ورقة لأنه متضمنة لكل الإشكاليات اللي يقع بها الشباب المتنوع العقلية والشرعية والنفسية والواقعية وعلقت عليها من خلال ردود وتعليقات طويلة وبما أن نتكلمنا عن ريتشارد داوكنز أشهر كتاب في الإلحاد اليوم بيع منا ملايين وسوق تسويقا عالميا وكان ياخد دايما في المرتبة الأولى في مواقع بيع الكتب العالمية اللي هو كتاب وهم الإله وهم الإله ممن وهم الإله؟ لأيضا ريتشارد داوكنز أشرس ملحد مؤاصر وضمنه نقدة للإله ونقدة للأديان من الذي رد عليه؟ رد عليه ديفيد برنسكي في كتاب سماه وهم الشيطان الإلحاد ومزاعمه العلمية رح نجي نتكلم عن الإلحاد والعلم الحين الإلحاد ومزاعمه العلمية يقول له تعالي داوكنز وبرنسكي ماهو سهل لأن فلسفة ورياضيات وانت تعرف أن الرياضيات أم العلوم بعدها الفيزياء بعدها الكيميكال بعدها تيجي البيولوجيا آخر شيء فالسفة مجردات والعلاقة بين الرياضيات والمنطق فهذا الرجل الرياضياتي الذي درس في أمريكا وفرنسا هو مؤلف أفضل الكتب مبيعا ومنها جولة في حساب التفاضل والتكامل قدوم الخوارزمية نعم وهدية نيوتن ماهو سهل الرجل طيب من يحكم سهل ولا ماهو سهل ونقده أنك تكره الكتاب وتشوف المحاصرة العلمية والتشخيص المنطقي يعني يستخدم سلوب ساخر أيضا لأن أدلة داوكنز هزيلة ولأن داوكنز أيضا يستخدم سلوب الساخر وهذا سلوب وجود يعني عند الكل ناقد الإيمان وناقد الإلحاد لكن يجب السخرية تكون في محلها نعم فهذا رد علمي وأصيل والعجيب أنه يغفل عندما يذكر لأن أحيانا الرد العلمي يكون موجع فأنت إذا كنت تطلب الحقيقة فلماذا تخفي ردا علميا لإنسان أكاديميا وعضو في معهد التحليل النظم التطبيقية ومعهد دراسات العلمية وزميل بارس في معهد ديسكذري في سياتي لماذا؟ أنت أطرح الرأي والرأي البديل أنت تتهم الدينين والغيبيين أن هؤلاء فقط يتمركزون حول معطيات الدين ولا يحبون يسمعون الرأي الآخر ما أنت صرت ديني ملحد ومن ثم الإلحاد ديانة كما قال نعمة شومسكي يتدينون بالإلحاد أحيانا هذا أيضا كتاب طيب هذه النسخة الإنجليزية وصلتني ثم مركز دلائل ترجم هذا الكتاب يقولون العلم مع الإلحاد أكثر العلماء ملاحدة علماء الطبيعيات ها؟ فكتبت مقالا بعنوان هل فعلا أكثر علماء الطبيعة ملاحدة فاستعنا بالدكتور فاضل سليمان والدكتور أحمد جلال والذين استقرأوا جوائز نوبل فوجدوا قرابة 70% يمكن أو 60% هنقول المؤمنين وأن الملحدين في أكثرهم في قسم الآداب والرواية وغيرها طيب هذه واحدة اثنين نطرح سؤال هل هل الإلحاد قضية فلسفية ولا قضية علمية أثنين هل العبرة بالكثرة ولا بالموضوع يعني لو صاروا باشر 50% ملحدين و50% غير ملحدين أنت تصير شاك ما ترجح طيب انتقلت الآية صاروا الأكثر مؤمنين بعد أن كان الأكثر مؤمنين أنت بس قاعد تنطر مقلد ما لك رأي ما تدخل لبنية الموضوع ومشخصاته وخلفيته المعرفية ما يصير يا يبا ثم نقدنا النقودات الكثيرة لهذه المقولة السادجة التي تروج ثم هم ملحدين بأي إله وأي دين وأي تصور سابق عندهم ثم عندما ألحدوا هم نشأوا في مجتمع مو من حتى يلحدون ولا نشأوا في مجتمع علماني أصلاً ممهتم بالدين ثم هذا الذي ألحد هل ألحد بعد بحث ونظر ولا مجتمع تقليدي مادي ماشي معه من غير بحث عميق إنما الإلحاد العام وليس الإلحاد المحاكمات هذا الكتاب الذي ترجمه هو الإيمان بالخالق والعلم اقتباسات موثقة لمشاهير العلماء في العصر الحديث ما علماء العصاب الكبار علماء الفيزياء الكوانتم علماء الجيولوجيا علماء الطبيعة ويتكلمون أيضاً في الفصل أن الفرق بين الفلسفة وبين الدين فمثلاً الفصل الأول أنا خلنا قلع لكم الفصول حتى بينهيني حدود العلم تأثير الدين العلم والدين اقتران سماوي نظرية الكم والقوة الخارقة للطبيعة ليكن نور الانفجار العظيم كيف يحرج هذا الملاحدة كوننا المضبوط بدقة هذه الأكوان المتعددة منطقية الوعي البشري والتدبير الإلهي العلم المحدود السيرة الذاتية كل هذه الأمور يأتيك فيها أقوال يعني كل باب يأتي به يأتي بأقوال العلماء الذين انتقدوا أو علقوا أو ذكروا زاوية فكرية فلسفية في هذا الباب ونكمل بعد الفاصل الفقرة الأخيرة في حديثنا عن إصدارات ونشاط وإنتاج مركز دلائل الفكري الذي يتطرق ويتناول ويهتم موضوع النوازل العقائدية الجديدة ويدافع عن الإسلام دفاعا منهجيا من خلال تعليف الكتب ويلقاء الدورات وترجمة الكتب العالمية وأيضا إصدار مجلات بالوقت أدركني أحاول أمر مرور سريع على إصداراتهم في رد الشبهات من الإصدارات اللطيفة كتاب ترجموه لجيري بريغمان زين اسم الكتاب المرأة بين الدارونية والإلحاد الحركات النسوية الجديدة تتحالف مع الملاحدة ومع المتشككين ومع المشككين في ضرب صورة المرأة في الأديان في الوقت اللي يكشف فيه الكتاب مكانة المرأة في الدارونية وفي المجتمعات المادية والنسوية ذاتها أربع مقالات علمية غربية مترجمة وأيضا مدخل الدكتورة ملك الجهني المهتم بالموضوع كتاب صغير وعميق وطريف في بابه وغريب في زاوية تناوله هذا أيضا إصدار مركز دلائل معبد دارون الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الشايع مهتم جدا وهو بلغة الإنجليزية الفائقة يتتبع ويتواصل مع حتى الدراونة والمؤلفين والجامعات ومراكز البحوث يتتبع أين يسير الموضوع ليس فقط من المنظور العلم البحث وإنما لماذا أطلق العنوان معبد دارون لأنه يكشف المخبوء والصفحات المطوية في هذا التاريخ المنسي لتكون الصورة متكاملة وليس طرحا بيولوجيا محضن لا أقصد مختزلا إنما هكذا يأخذ القضية مستقلة فصفحات من التاريخ المنسي لأفكار دارون ويأتينا أيضا الأستاذ محمد صالح الحبيلي التطور نظرية تاريخية وعلمية وقفات من ذاكرة نشأة التطور وإلى اليوم ما هي هذه الوقفات؟ من الرسالة التي يريد أن يوصلها المؤلف يقول لي استعجل لأن الوقت طال جدا فالبحث حقيقة طريف من الثورة الفرنسية إلى طريقة تدريس التطور إلى التفسير المادي إلى الإعلام إلى علم الوراثة إلى مبدأ النشوء كلام طويل آتي لهذا الكتاب الضخم جدا الكتاب لعالم الرياضيات وفلسفة العلوم شوفوا الدقة هذه مهمة عنوان أقوى براهين الدكتور جون لينيكس اللي تشوفون منظراته مع الملاحدة في اليوتيوبات في تفنيد مغالطات منكري الدين رد على ستيفن هاوكينغ إن ستيفن هاوكينغ عالم ومحترم كون لا أدري أو قريب من الإلحاد في كتاب الأخير تصميم العظيم إلا أن الرجل وقف معه وقفات موجودة في اليوتيوب شوفها غير ما الوقفات التي هنا المنطقية إن العلمي يحتاج إلى المنطقي والمنطقي الرياضياتي أحيانا يكشف خطأ العلمي والعلمي ذلك ليس سهلا أيضا في الرياضيات لكن مشكلة ستيفن هاوكينغ إن في مقدمة كتاب قال ماتت الفلسفة بينما الإلحاد عندما تستنتج من العلم إلحادا أنت قفزت من العلم إلى الفلسفة نعم وناقش داوكينز وناقش مجموعة كبيرة كراوس وغيره هيتسنر ناقشهم كتاب عميق جدا هذا للمتخصين ويقرأ على روية من الكتب أيضا اللي أصدروها خلينا الكتابين خليهم آخر شي لأن أختم بهم بركة الكتاب وسنة طبعا يا جماعة نحن الآن نعيش في الفكر العولمي الذي يرى الأمور المنظور علمي سواء علم وفلسفة علم ملتصق به تخدمه في هذا الجانب المادي هذا الموضوع الفكر العولمي لازم نناقش بجدارة لأن فتنة العلم التي جددت الآن بعد فيزياء الكوانتم وغيره تحتاج إلى دراسة منهجية وليس فقط وصفية فعندنا مثلا دليل الحائرين خريطة معرفية لقراءة ونقض المذهب العلموي والمادي يعني الإلحادي إرنست شو ماخر ترجمة مركز دلاء التعليق الدكتور عبدالله الشهري أيضا طغيان العلم ما العلم ما حدوده ما وأدواته أيضا بول ألفه هذا الرجل العلمي وقدمه طبعا دكتور الشهري إذا الله خير مشتهد أخونا في الترجمات أما الدكتور باسل الطائي الفيزيائي العربي فقد ألف كتاب أوهام الإلحاد العلمي والوهم يوجد في العقل يوجد في العلم يوجد في الاجتماع يوجد حتى في التعامل مع المواد المادية الأمور المادية هل تتعارض الكشفات العلمية مع الإيمان بالخالق؟ سؤال حاضر قديم جديد متجدد يجيب الدكتور أستاذ الفيزياء الكونية بجامعة اليارموك على والله والله ودي أتكلم عن الكتاب بس الوقت الصنع المتقن دلالات الفيزياء على وجود الخالق أيضا مصطفى نصر قديح وهو مختص هذا الناشط اللي هو حمزة أنا ما عرف أنت قسمه ولي تشوفون مناظراته أيضا في اليوتيوب ألف كتابا سماع الحقيقة الإلهية الله والإسلام وسراب العلحاد وله مناظرات وله دورات وناشط في بريطانيا طبعا هو أسلم من أصل اليوناني إذا ما أخطئ أيضا أستاذ الدكتور الطبيب أحمد إبراهيم اللي عنده منهج بحث محكم في بحث طبي يخدش الدارونية دلاء الإيمان في مواجهة شبهات الملحدين المشككين وأخيرا لماذا نحن هنا سؤال الوجودي الكبير تساؤلات الشباب حول وجود حول الوجود والشر والعلم وتطور الوجود والشر والعلم وتطور جوهر الأمور إسماعيل إسماعيل عرفة طبعا كتاب أفن نبوة شك لأن مشكلة النبوة اليوم مشكلة كبيرة ما هي سهلة يقول لك أنا أمم بالله لكن كيف أثبت النبوة والأديان فهو يقضي كالربوبيين فالأدلة العقلية النقلية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دكتورة سامية بنت ياسين البدري وبعدين آخر شيء منهج القرآن في ضحف شبهات الملحدين اللي هو أفنان بنت حمد بن محمد الغماس لكن كان ودي أعرض مجلات اللي أصدرتها دلائل أصدرت مجلة أوج العدد الأول مقابلة مع نعوم تشومسكي العدد الثاني قابله حمزة اليوناني الذي أسلم وألف فيه الإحهاد وتجربته أيضا الفكرية العدد الثالث قابله الفيلسوف باوما ناقد الفكر المادي الغربي العميق وأيضا العدد الثالث له مقالة رائعة بعنوان إرث داون للعالم الذي له فنون متنوعة في قضية العلوم كان عنده نقط جديد مركب من عدة علوم ونوعي حقيقة أنا ما استطعت أفهمه وأستعين بمتخصصين به هكذا تكون الأطروحات العلمية الفكرية في قضية مواجهة المد المادي الفكري والشبهات والتشكيك لا بد من عمل مؤسسي ومركز دلائل مركز رائد في مواجهة الفكر المادي والشبهات والتشكيك ضد دين الإسلام وفقكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى